كنت الخير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شكراً لكم لأنه أولاً هذا ليس من العلم في شيء وثانياً هذا الأسلوب يغير الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب إنما عليكم بالعلم فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مده جيد من الناس لأنه هو أخطاء كثيرة هو مثلاً يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة وبالثالي هل هو مبتدئ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بأن لا تتعمق هذه التعمق لأن الحقيقة نحن نشكر الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة كتاب السنة أو كما نقول نحن للدعوة السلفية هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس لما ربكوه وليس أولو الخناف في بعض الأراء الفكرية هذه نصيعته وإياه السورة قاتمة جداً فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الأرض ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مفتدعين لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحاين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وهي مشكلة مشاكلة وإثارت كثير من الحقد بينهم هذه مسألة لا يتنبهون لها وهم لا نشك أن معهم الحق لكن كثير من الشباب عندما أسألوا كم تحفظ من القرآن يقول لي أحفظ أقل من ثلاث أجهة كم لك تناقش هذه القضية ثلاث سنوات ثلاث سنوات هم يجلسون زيد مبتدع غير مبتدع كافر غير كافر زنديق غير زنديق فال ما قال منحرف غير منحرف وقد يكونوا منحرفاً ويكونوا مخبراً ويكونوا ضالاً يعني هم يظنون إذا جاءه الناطح وقال له ماذا مضي على الأفغاد الأغرب أن هذا يظنون أن الناطح أنهم هؤلاء وهو يريد نصحهم شاب عمره 17 سنة لا يحفظ إلا القليل وهو الآن يناقش في مسائل عميقة جداً قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام بذن تيمية وتلاميذة ويتريثون بها بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا فنريد نجيه بمثل هذا يعني أنا أخيراً ما أسأل شو رأيك من فلان فأفهم أنه متحيز له أو عليه وقد يكون أن يعمل عنه من أخواننا وقد يكون من أخواننا الخدامة ليقالنا ونحرف أنا بمصحة سائل يا أخي شو بالدرخ بزيده باكره عمر استقيم كما أمر تعلم العلم هذا العلم سيميز ذكاء الصالح من الطالح هو المخطئ من مصيب الآخر ثم لا تحقظ على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ بل بقول لمجرد أنه انحرف ولكنه انحرف في مسألة تين تلاتة والمسائل الأخرى ما انحرف فيها فنجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقولوا عنه في ترجمة وإنه مري وإنه مخاري وإنه ناصبي وإلى آخره هذه كلها عيوب وكلها ضلالات لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاث على جملة حسنات ومن عظمها شهادة أن لا إله إلا الله نحن الرسول